صباح الورد أخوي عبدالله صباح الخير أختي سارة أصب عليكم على أستاذ المشاهدين بالخير أنا في محافظة تنومة تحديدا في إحدى المزارع التي أنشأها أحد أصحاب المزارع في المحافظة شاب سعودي يقوم بتحويل المزرعة الخاصة إلى مزرعة ورد قام بإنتاج العديد من المنتجات الورد في هذا الموقع الحديث أكثر عن هذه المزرعة ينضم إلي صاحب المزرعة لأستاذ أيمن أهلا وسهلا بك أستاذ أيمن حدثنا أستاذ أيمن عن هذه المزرعة بشكل عام الله يحييك صباح الخير لك أنتم المتابعين شكرا لقناة الإخبارية على هذه الاستضافة والزيارة الجميلة أما بالنسبة للمزرعة فهي مزرعة خاصة كانت تعمل قبل على الأشجار والفواكه والقمح تم تحويلها إلى مزرعة الورد وإنتاج الورد جميل جدا ما هي المنتجات التي يمكن استخراجها من زرعة الورد في هذه المزرعة والله حاليا الاستخراج نستخرج دهن الورد ونستخرج ماء العروس والماء ماء الورد الطبيعي إن شاء الله مستقبلا نكون عندنا إنتاج أشياء مستخرجة من ماء الورد مثل الصابون مثل أدوات التجميل مثل المعطرات جميل جميل جدا كيف بدأت فكرة الورد أنا شوف المزرعة كان فيها العديد من الأشجار المثمرة مثل برتقال وغيرها ثم انتقلت إلى زراعة الورد كيف بدأت الفكرة والله الفكرة من عندنا من قديم الوالد كان مهتم بالزراعة الأشجار والفواكه والخضروات فكان عندنا فكرة نجرب شيء بسيط من الورد فجربنا يمكن حوالي من 100 إلى 150 شتلة من ورد الطايف ونجح عندنا نجاح كبير فاضطرينا أن نحول المزرعة يعني اللي تصبح كما تشاهدون يعني فوق 6000 شتلة ونجحت والحمد لله هذه السنة الثالثة في الإنتاج لنا وإن شاء الله أنها تصير من أوائل المزارع في المملكة في الإنتاج ما شاء الله سبارك طيب بالنسبة للزوار اللي بغي يزور المزرعة هذه هل هي متاحة للجميع عملنا خاصة واكتفيتوا بإنتاج الورد وتعرضون المنتجات اللي تستخرجونها من الورد في المعارض أو الصالات الخارج المزرعة والله حاليا المزرعة خاصة والورد يعني لازال في مراحلها السنوات الأولى لكن إن شاء الله في المراحل القادمة يعني عملنا معمال وعملنا أماكن ومعرض خاص للزوار يعني بإمكانهم يزورون الموقع ويشوفون الورد على الطبيعة وكيف عملية التقطير وعملية الإنتاج والمعرض موجود أمامهم يعني اللي بغي يشتري منتجات واللي حاب يستطلع عليها أكثر وأكثر والرحب بهم جميل جميل شكرا أستاذ أيمان وأنا راك على خير إن شاء الله في مزيد من التقدم والتمييز إذن سارة عبدالله هذه تعتبر ميزة نسبية إضافية جديدة في منطقة عسير عامة وتحديد محافظة تنومة تنتج فيها العديد منتجات الزراعية كذلك تنتج طبعا أخصها الأستاذ أيمان بن حلبد بإنتاج منتجات الورد أو استخراج منتجات الورد في هذه المزرعة كل التوفيق ويعطيك ألف عافية عصمان مرشاد